وعايزين يعني نركز على النقطة دي كمان يدينا ان الفكرة ان ما بقاش فكرة ان احنا يتم اختراقنا برابط يعني لما احنا مثلا بيتبعت لنا لينك انا عمي مفتح اي لينك جالي من اي حد ما رفوش دي سقافة كويسة عمري مش بس لينك الدكتور اعتقد كلنا من الكلام بالفاصل في طرق اخرى لان احنا نعمل هاك على الجهاز ببرى لينك تماما بالزبط يعني النهاردة في جزئية جديدة حضرتك بيتم استخدامها من خلال برضو حال السوشال انجينيرينج ايه هي استغلال حاجة الشباب للعمل تمام يبتدي يبعط له على واتساب في فويس من دولة تانية وهو في نفس الدولة هنا بس من خلال طبقات معينة يقدر يكلمك من نفس رقمك سيرفيز اكلم حضرتك من نفس الرقم صح سيرفيز احط رقم حضرتك وكلم استاذ دينا بينهم وحضرتك ما اتصلتش اصلا تمام ابعت رسائل من خلاله تمام اقدر ابعت رسائل واتساب هوا دلوقتي اللي بيتم ايه بيتم على السوشال ميديا او على الطبقات التواصل ان حضرتك تروح جاي باعت رسالة لشخص احنا عايزينك تشتغل في الوظيفة الفلانية دوس على اللينك ده علشان التقديم ادخل تسجل بياناتك هو ما بيقولوش بقى دوس على اللينك ادخل تسجل بياناتك من خلال ايه الفورم اللي موجود قدام حضرتك دوت فطبعا هو هيدخل يلاقي ان الفورم ده سليم ناس بتدور على وظيفة عايزين مستندات وظيفية واحد يقولي طب هو هيدة عب نفسه ليه وياخد دوت لا لانه هو عنده الفكرة هنا بتنقسم لأكتر من القسم ايه هو القسم الاولاني انه هو عايز يسرق بياناته واحد يقولي هيعمل ليه بالبيانات ما ياخدها لا البيانات هي بترول العصر الحالي من يملك البيانات ويقوم بتجمعها وتصنفها وتحليلها يملك اتخاذ القرار كيف يا نهاية